لم يكتفي النظام التركي بزعزعة الامن والاستقرار في سوريا وليبيا والبحر المتوسط فاليوم يسعى هذا النظام لخلق نفوذ له في طرابلوس ومناطق شمالية لبنان صحيفة الاخبار اللبنانية وفي تقرير لها تحت عنوان تركيا في لبنان على خطى الاخوان المسلمين التمكين اولا صلطت الضوء على زيادة نشاط النظام التركي في البلاد واشارت الصحيفة الى ان هدف تعزيز النفوذ التركي داخل بيئة المسلمين السنة في لبنان وتحديدا في الشمال هي لمواجهة النفوذ السعودي الاماراتي التقرير كشف عن محاولات النظام التركي لاحتضان عدد من الشخصيات في الشمال بالتوازي مع الدعم التركي المستمر للجماعات الاسلامية الفرع اللبناني لتنظيم الاخوان المسلمين ولفتت الصحيفة الى ان السفارة التركية في بيروت تسعى للوصول لذوي الاصول العثمانية والتركمانية لتشجيعهم على الحصول على الجنسية التركية اذ يبلغ عدد المستهدفين من مشروع الجنسية التركية حوالي خمسين الف لبنانية الصحيفة نقلت عن اكثر من مصدر متابع لنشاط النظام التركي ان العمليات الامنية التركية في لبنان ما زالت في طور التبلور المصادر اشارت الى ان من يقود الاعمال هم مجموعة من الضباط السوريين المنشقين القاطنين في مدينة طرابلس حاليا وهؤلاء يمثلون دور الوسيط بين استخبارات النظام التركي وبعض الخلايا الامنية في المدينة اشتركوا في القناة